تلقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية مملكة السويد الصديقة آن ليندا تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في المنطقة وتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تم تأكيد على مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين نحو مواصلة الجهود الثنائية تجاه ملف القضية اليمنية حيث تم التباحث والتنسيق حول مؤتمر المانحين الخاص باليمن المزمع عقده في الأول من مارس المقبل والتأكيد على استمارية نسق التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين بشأن إيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن كما تم خلال الاتصال استعراض جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفث والمبعوث الأمريكي تيموثي ليندر كينغ نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة وجدد وزير الخارجية إدانة واستنكار دولة الكويت للهجمات والاعتداءات المستمرة والمتكررة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تعد تهديدا مباشرا للأمن القومي الخليجي والعربي مؤكدا موقف دولة الكويت الثابتة والداعم لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها ترجمة نانسي قنقر